الحشد مديرية الإعلام في هيئة الحجد الشعبي أيضاً استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا وتنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الحجد الشعبي السيد فالح الفياض تعلن هيئة الحجد الشعبي عن فتح أبواب جميع مقراتها ومكاتبها في بغداد والمحافظات أيضاً لاستقبال التبرعات والمساعدات للشعب اللبناني من أجل مساندتهم والتضامن معهم بوجه الاعتداءات الصهيونية الوحشية هذا كان بيان الحجد الشعبي وأكيد الحجد الشعبي يعني مواقف مشرفة مع جميع سكان الكرة الأرضية إذا كانوا مسلمين وإذا كانوا من شيعة أميرة المؤمنين تجد الحجد الشعبي حاضر في جميع هذه المواقف ما يحصل في لبنان هو كارثة بكل المقاييس بدأت بأجهزة البيقر وبعدها أصبح القصف مباح أمام الجميع وقصف عشوائي لم يستثني لا أطفال ولا نساء ولا رجال ولا صحافة ولا إعلام كل من في لبنان الآن مهدد حياته في خطر ويعتبر هدف للصهاينة ولكن الأخوة في لبنان والمقاومة اللبنانية هم صامدين وأيضا دكوا معاقل الصهاينة بأكثر من رشقات صاروخية والرد مستمر على طول اللحظات والدقائق اشتركوا في القناة